تعال اقولك السر في النادي الزمالك ابل كل شروط امبي المكحفة في صفقة زياد كمال اللي فيها شكمية بنوت ما تخليش الزمالك اساسا بيلعب باللعيب ده يعني انا لو عندي لعيب بالشكل ده وفي اي وقت ممكن يتشقط مني ملعبوش لانه مش هيبقى اساسي عندي لان لو اعتمدت عليه بعد شوية هلاقيه بعد ما رفعت رتمه في المنتوشة وجاب نفسه قال ايه اختفى وضع مني بيقولك ايه بيقولك ان اللعبة ينتقل الزمالك بقيمت تلاتين مليون جنيه لمسومين ونص ايه ده تلاتين مليون جنيه للعب محلي وكان بيتصابه وبيلعب بيتصابه وبيلعب في فرقته بكم تلاتين مليون جنيه طب في احقية شراء يعمل حج عشان اللاعب ده لو استوى عندك وطاب اه تقدر اه اه طب انت على اي اساس واخده موسمين ونص موسمين ونص يعني انا اعرف ان انت لما تنقل لعيب هتقول هاخده هجربه ستة شهر ده كده وكده يعني انا مش متأكد ان هو هيجي معي ويشتغل معي لكن موسمين ونص انت بتقول ان اللاعب ده خلاص انا هرتبقي بفترة طويلة لان انا شايف فيه انتاج ولما يجي منه انتاج بعد كده يتسحب مني بعدم احقية الشراء ده ايه المصيبة السودة دي بيقولك وفي السنة الاولى يحق النادي امبي بيع اللاعب لأي نادي ودفع للزمالك عشرة في المية من قيمة الصفقة يعني امبي بجلالة قادره حط نفسه فوق الزمالك واعلى من الزمالك سلطة على الولد وهو في عب الزمالك وبيقول لو امبي جايله في اي دقيقة او في اي لحظة او في اي ثانية في العام ان ستيف صفقة اعلى من اللي موجود مع نادي الزمالك يسحب الولد من الزمالك ويقول له خد عشرة في المية من الصفقة الجديدة وياتلهي واعد ساكد بيقولك في السنة التانية امبي بيع اللاعب لأي نادي ودفع للزمالك عشين في المية من قيمة الصفقة لازم طبيعي ان الصفقة تزيد من عشرة عشين في المية لاجني الولد طول ما هو قاعد في الزمالك لو قاعد وكمل يبقى اكيد في رغبة واللعاب جاب نفسه واصبح لقيمة اعلى من السنة الاولانية فالقيمة تزيد عشرة كمان يبقى عشرين في المية فاذا امبي يقول للزمالك شكرا هنسلة اللاعب اللي عندك جاب نفسه ويسوق نفسه وعلي وهناخده ونبيعه وندي لك لقمة اسمها عشرين في المية بيقول لك وفي حال فوز الزمالك بالدوري اوكي اللاعب جاب نفسه واشتغل في حال فوز الزمالك بالدوري قال لك لأ اللاعب لو ما بيلعبش والزمالك خد الدوري يحصل امبي على ثلاثة مليون جنيه كده يعني الزمالك هو مش وارد انه ياخد دوري بس الشرط موجود بس بيقول لك ان اللاعب لعب ملعبش مع الزمالك ياخد ثلاثة مليون امبي بيقول لك في حال فوز الزمالك بالكاس حتى بدون مشاركة اللاعب يحصل امبي على مليون جنيه انت يا عم انت بتحليبه الزمالك ده اللاعب ده يعني لو انا اقول خط نص يبقى مروان عطية يدفع في قد ديه امام عشور يدفع في قد ديه لما لاعب بالشكل ده يطلع من امبي بالكمية الشروط دي ويبقى امبي حاطت رجل جوه الزمالك بالمكاسب اللي لو الزمالك اللاعب جاب معاه مثلا اول 16 اشتغل الزمالك في اول 16 ويما عامل حقاية الشراء بالمبلغ المقطوع يقولك لا ده مكمل ومكمل ومكمل ولو صار نجم الفريق فيوقت امبي يا اما يبيعه يا اما يكسب من وراه يا اما 3 مليون او مليون وحتى لو اللاعب ما بي يلعبش ده كده فعليا اللي اشترت رماي زمان كان جد من جدود اللي موجودين في الزمالك سلام